بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي ونسلم على أجمل وأطهر وأسعد خلق الله سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الله عز وجل أخبر في القرآن الكريم أنه فضل بعض الأيام على بعض وفضل بعض الأزمنة على بعض والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار قال ربنا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وفضل الله عز وجل بعض الأيام على بعض وفضل بعض الأشهر على بعض وهناك من الأشهر ما فضلها ربنا وهي الأشهر الحرم عظمها ربنا على سائر الشهور وعلى سائر الأيام وعلى سائر الليالي قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم السنة إثنى عشر شهر منها أربعة حرم ثلاث متواليات ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وهذه الأشهر الحرم حددها نبينا صلى الله عليه وسلم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان فعلى الإنسان أن يعظم هذه الأشهر التي عظمها ربنا تبارك وتعالى وأن يجتهد في الطاعة في هذه الأيام وأن يجتهد في عبادة الله عز وجل وبالأخص في شهر الله المحرم الذي حدده نبينا وحدده ربنا تبارك وتعالى أنه من الأشهر الحرم التي قال عنها ربنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم وظلم الإنسان لنفسه فسره ربنا تبارك وتعالى في القرآن بأنه الشرك قال ربنا في وصية لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم اجتهدوا في الطاعات واجتهدوا في العبادات واعلموا أن الله عز وجل يضاعف الأجر ويضاعف الثواب لمن قدم لله طاعة أو عبادة في هذه الأشهر وكذلك احذروا الوقوع في المعصية احذروا أن تظلموا أنفسكم بمعصية أو بعمل يغضب الله بسببه أو بعمل يقطع سيركم إلى ربكم تبارك وتعالى فكما أن الحسنات تضاعف فكذلك السيئات تضاعف لأن الإنسان تجاوز الحدود مع ربه في أيام عظمها ربنا فكما أن الله عز وجل يعظم بعض الأماكن كبيته الحرام فكذلك الله عز وجل عظم بعض الأشهر فعظموا ما عظمه الله قال ربنا تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أيضا عندما يمعن الإنسان النظر في هذا الشهر في شهر الله المحرم وهو من الأشهر الحرم يجد أن هناك منحة نبوية مباركة امتن الله بها على عباده بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يوم عاشورا بعدما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنهم يعظمون هذا اليوم لأن الله نجى فيه نبي الله موسى قال نحن أولى بموسى منهم فصامه نبينا صلى الله عليه وسلم وعظمه نبينا صلى الله عليه وسلم ليس هذا فحسب وإنما جاءت البشرى وقال نبينا صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشورا أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبله ذنوب سنة كاملة تكفر بصيام هذا اليوم فانتبهوا له وعظموا هذا اليوم وامتنعوا عما يغضب الله عز وجل وصوموا بكل جوارحكم وصوموا وكفوا عن الحرام وأقبلوا على ربكم هذه الساعات بها يغفر الله عز وجل ذنوب سنة ماضية ولا يظن الإنسان أنه ليست عليه ذنوب فالصغائر لا حصر لها والكبائر إنما تحتاج من الإنسان إلى توبة والصغائر تكفر بالأعمال الصالحة قال ربنا إن الحسنات يذهبنا السيئات قال نبينا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها بمجرد أن تقترف سيئة إذا أتبعتها بحسنة فإنها تمح أثر هذه السيئة وخالق الناس بخلق حسن فعظموا ما عظمه الله ولا تظلموا فيهن أنفسكم اجعلوها شعاركم في هذه الأيام لتكون منهجا فيما بعدها من الأيام أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه دمتم في رعاية الله وعنايته سلام الله عليكم ورحمته وبركاته